قرية الشعينة الواقعة على خط التماس جنوب مديرية حيس ملأتها ماليشيات الحوث بالألغام والمتفجرات كشفت بعضا منها سيول الأنظار الغزيرة التي هطلت على المنطقة لتعرّب ذلك جزءا من كارثة جديدة توشك أن تحصد أرواح العشرات من المواطنين الأبرياء في محافظة الحديدة سيول الأنظار كشفت الستار عن كميات من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الماليشيات الحوثية في الطرقات وبالقرب من المواقع التي تتحصن فيها عناصرها في خطوط التماس مساحات شاسعة في الساحل الغربي أمعنت الميليشيات الحوثية في تفخيخها بالمتفجرات والألغام حال فرارها منها فنشرت ألغام حقتها في المنازل والمزارع والطرقات لترفع فاتورة المعاناة وتفاقم من الوضع الكارثي للمواطنين اليمنيين وكأننا نعيش في سباق مع الزمن فبالرغم من عشرات الفرق الهندسية لنزع الألغام المنتجرة في مختلف المناطق المحررة إلا أن عناصر الميليشيات تسبقها كثيرا بنشرها كل أنواع الألغام والمتفجرات في كل مكان يمكن أن يصل إليها الإنسان في البري والبحر هذه الألغام هي من المخلفات الكهنوة الحوثين التي قام بزرعها هنا ويقوم بتفخيخ الطرقات وتفخيخ المزارع وتفخيخ البيوت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تبدل جهودا مضاعفة ليل نهار ليصل إجمالي ما تم انتزاعه من الساحل الغربي نحو مئتي ألف لغام وعبوة ناسفة تم نزعها وإطلافها على دفعات والتخلص منها لكن هذه الجهود تقابل بإحصائيات تقديرية لأكثر من مليون لغام زرعتها الميليشيات في عدد من المحافظات وكأنه سباق مع الزمن تخوضه الفرق الهندسية المتخصصة في نزع الألغام لمواجهة مشروع الموت الحوثي على امتداد المحافظات اليمنية